موسيقى برحب حضراتكم مجدداً وهنحكي الحكاية حكاية الكتاب السري اللي مكتوب عليه لا للنشر ولا للتوزيع هو فقط موجود في الأدراج الإسرائيلية اللي بتتنفذ من خلاله الخريطة زي بنقول كده احنا دايماً بنيجي كده في مصر يقول إيه زي ما الكتاب بيقول دول بالزبط ماشيين على الخريطة زي ما الكتاب بيقول كتاب اتعمل 2009 مشروع إسرائيل للأمن والحرية والسلام خليني أرحب كتبنا الكبير الأستاذ علي حسن رئيس تحرير وكلت أنباء الشرق الأوسط أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك كتاب من 2009 فكرة تعرف قل ولا تقل كنت بقول للسيد المشاهدين بيقول لهم قل ولا تقل مين اللي قال في الكتاب ده 2009 واحد اسمه فرانك لونتز ده محلل سياسي أمريكي من أصل يهودي ومن عائلة يهودية وهو خبير في العلوم الاستراتيجية لكنه لم يقم بتأليف هذا الكتاب بمفرده شارك معه عدد كبير من الخبراء وأعد هذا الكتاب بصورة لكي يقدم بصورة سرية كما أشارتك حضرتك وسلمه إلى الحكومة الإسرائيلية حتى تسير على هده وخطاه وسلمه أيضا إلى صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لكي يرسم لهم خارطة طريق تتعلق بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني ويقول إن العدوان لابد أن يتواكب معه قواعد دعائية أي فهو بيضع ليهم قواعد دعائية تقوم على الكذب والتلوين الإعلامي وتغيير الحقيقة واختلاق أكاذيب لكن في الحقيقة هذه الخطة خطة ممنهجة وماشي عليها حتى الآن حتى أن هذا الكتاب لقب بكتاب الخداع ما تقرى الكتاب وتقرى في كتب أخرى لكن إحنا بصدد هذا الكتاب النهاردة تحس إنه تطلع وصدد كده التصرحات الإسرائيلية تلاقي على طول تفتكر الكتاب كان مكتوب فيه نفس اللي بيتقل أستاذ علي أي خلينا نقول إنه نفذت وبتنفذ إلى الآن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ونيتنياهو موضع في الكتاب بالزبط في الحقيقة حتى في التصرحات الرسمية نعم هذا الكتاب أيضا أصبح عليه عدد كبير من الشهود في العالم الذين يقرؤونه منذ عام 2009 وحتى الآن أي على الرغم من أن هذا الكتاب كان كتابا سريا ومكتوب عليه سري للغزا حريك بأشارتي أي لكن صحفي شاطر بريطاني نشر موضوع كبير جدا عنده في صحيفة الاندبال البريطانية أي كتبوا عنوان تقرير سري يساعد إسرائيل في إخفاء الحقائق في الحقيقة لأن بالفعل هذا الكتاب بيقوم على نشر الأكاذيب وقلب الحقائق وطلب إلى إسرائيل أن تتحدث دوما عن أنها تقوم بدور الضحية تدعي على الفور أنك ضحية وقال لهم حتى في الكتاب استخدموا نبرات صوت عاملة إزاي يعني إمتى يعيط وإمتى يعمل فيها ضحية وقال له كمان وعمل نفسك حريص جدا على الشعب الفلسطيني يعني قال له دايما نقول أنا حريص على أطفال فلسطين أنا بتمنى الحياة التي تتسم بالرفاهية للشعب الفلسطيني أتمنى الخير للشعب الفلسطيني قال له سواء للأمريكان أو للإسرائيليين دايما نتكلم عن حل الدولتين وأنك حريص على حل الدولتين وأن يعيش الجانبان معا في سلام لكن قال له لما تخش معركة اوعى تقول أنا داخل معركة مع الشعب الفلسطيني لأن قال إن الشعب الفلسطيني يعني لما يعمل العملية بتاعته ويموت في الناس ما يجبش سيرة شعب الفلسطيني لا ما يقولش الشعب الفلسطيني يقول دا أنا داخل أواجه حماس اللي هو نسب إليهم إلصاق حماس بالإرهاب كانت هذه أحد نصائحه أن يلسق تهمة الإرهاب بحماس ويقول أنني أحارب حماس وحينما يسأل لماذا تحارب حماس يقول لهم أنا داخل عشان عايزة حقك السلام ومن أجل تحقيق السلام لابد أن أقضي على حركة حماس على كل المقاومة ولكنه يقوم بقتال الشعب الفلسطيني ويداعي أنه على خلاف مع حماس ولذلك اقتنع بوجة نظره للأسف الشديد بعض وسائل الإعلام العالمية لكن كل هذا نقلا عن مسؤولين وعن تصريحات على لسان المسؤولين سواء كل التصريحات التي صدرت عن إسرائيل وعن نتنياهو وعن وزراء نتنياهو ووزير الحرب لدى نتنياهو كل هؤلاء يقولون أننا نحارب حماس وأننا نواجه حماس وأننا نواجه إرهاب حماس طبعا هذا الأمر بالفعل ظل يعوج له منذ 7 سبتمبر في البداية وأصغى إليه كثير من دول العالم وأيضا الدوائر الأمريكية تحدثت عن هذا الأمر وقال وكذلك أيضا دوائر أوروبية وعدد من رؤساء الدول الأوروبية لكن في حقيقة الأمر طبعا تغير الأمر الآن بسبب الناس شافت أدئيه أعداد القتلى وأعداد المصابين وما جرى لكن كانت الخطة التي ودعت ما زالت موجودة حتى الآن على سبيل المثال هو بس نيتنياهو خرج على حطة واحد في النص نيتنياهو قال صراحة أنا ضد حل الدولتين وما فيش دولتين وما فيش دولة الإسرائيل خرج عن هذه نصيحة فقط لكن حضرتك بنلاقي الرئيس الأمريكي لا يكف بصورة شبه يومية يقول واشنطو تجدد دعوتها لقيام دولة فلسطينية رغم الشكوك حول حل الدولتين بنلاقي وزير الخارجية أنتوني بلينكين أيضا يتحدث يوميا عن حل الدولتين لكن بنلاقي نيتنياهو وهو موجود في السي إن إن بيقول أنا ضد حل الدولتين ولا أسمح لقيام دولة للفلسطينيين الرئيس الأمريكي أيضا يتحدث يوميا عن حل الدولتين لكن هل رد هؤلاء على نيتنياهو فيما يقولهم أنه يرفض رفضا تاما لا محدش قاله كده الاتحاد الأوروبي كلهم بيقولوا إحنا مع حل الدولتين رؤساء الدول بيقولوا إحنا مع حل الدولتين لكن على أرض الواقع مفيش ولذلك هو قال لهم في الكتاب ياريت تمشوا على خطة كان أحد أوباما تمشوا على خطة الرئيس أوباما وأشاد جدا وأشاد جدا وقال لهم في الكتاب أوباما قال لهم في الكتاب أوباما بقى أوباما ده كان نموذج أباما ده بأن أموزج لازم تحتز بي يحتز بي في إيه اللهم أباما ظل يقول قولا جميلا يرضي الشارع العربي ويرضي كل من هو متعاطف مع الفلسطينيين لكنه على أرض الواقع لم يفعل شيئا نتنياهو خارج يقول أنا مع حل الدولتين وأن يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون معا ونتطلع لمستقبل أفضل لهم معا والعيش معا ومستقبل مشرق وحل الدولتين لكن على أرض الواقع لم يتخذ خطة الوحيدة فقال لهم قولوا مثل ما يقول لكن حضرتك لما تيجي التابع كل التصريحات المنسوبة إلى كل قيادات إسرائيل وإلى حلفاء إسرائيل في الغرب كلهم يتحدثون عن أن ما يجري الآن هو معركة ما بين حماس وإسرائيل وهذا أمر غير صحيح لأن الـ 12 ألف الذين استشهدوا ومعظمهم من النساء والأطفال أقمى بين 70% لـ 80% منهم هؤلاء ليسوا من حماس ولم يستطيعوا أن يبعونهم حتى الآن لمن قتلوهم من حماس لكن في الحقيقة كل التحية والتقدير لأنتونيو جوتيريش لأنه قال كلمة حق قال أن ما قام به حماس من مواجهة مع إسرائيل كان ذلك نتاج ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من عمليات قمع وقهر وإحباط وأصبح شعبي بلا أمل ويتعرض لمذابح يومية دون أن يفعل معه شيئا وحمل إسرائيل هذه المسئولية وبالتالي شنوا عليه حملة شعواء لكن كل ما قاله هذا الكتاب من خطط ومنهج وإجابة على كل التساؤلات التي يمكن أن تطرح عليهم حضرتك هو ما يطبق الآن وهو ما يعني أن ما يحدث الآن من ممارسات إسرائيلية في مواجهة الشعب الفلسطيني الأعزل هو في ضوء خطة ممنهجة وضعها لهم مؤلف هذا الكتاب يعملوا كل اللي يعملوه ولما حد يسألهم يقولهم إحنا بندافع عن نفسنا بالضبط يا فندم وبيقول بدافع إنت بتدافع فيه ودي أول جملة قالت من يوم 7 أكتوبر بالضبط اتقال إسرائيل تدافع عن نفسها ده مكتوب في الكتاب بالفعل يا فندم قال له مويت والمدنيين والأطفال إنت لما تروح تعتدي تروح تقول أنا بدافع عن نفسي أنا بواجه إرهاب حماس بيقوله حينما تقتل تقول أنا آسف جدا للمدنيين الفلسطينيين الذين قتلوا ويقول أنا بدعو لحماية المدنيين وأنا حريص على المدنيين وبالفعل هناك تصراحات لتقول أنا حريص على المدنيين يقول يا الداعي وأيضا مكتوب في الكتاب قال له لما تيجي تقتل المدنيين إسرائيليين الدعي أن حماس تستخدمهم كدروع بشري ولذلك أيضا هذا القول قيل على لسان قيادات في الدول الغربية بيقولوا لا ده هي حركة حماس بتستخدم الفلسطينيين كدروع بشري لكن طبعا تثبت زيف كل هذه الحقائق في دور الإفراط الشديد جدا في عمليات قتال الشعب الفلسطيني الأعزل وسقوط كل هذا الكم الكبير جدا من الضحايا لكن تبقى الخطة كما هي يؤسفني أن كثيرا من الصحف ما زال الخارجية طبعا الغربية وفي الولايات المتحدة الربية ما زالت تكتب عن أن الحرب ما بين حماس وما بين إسرائيل وذلك خلافة الحقيقة والواقع طول الوقت في الكتاب عن المقاومة أو هم محددينها حماس على طول واق إيران هو الكتاب فعلا بيقولوا لهم كل ما تتكلموا تقولوا حماس وتقولوا إيران بالزبط يا فاندن قال له أولا مؤلف الكتاب قال في إعداده لهذا المؤلف إن إسرائيل بتواجهها مشكلة إن 78% من الشعب الأمريكي وكذلك نفس التوجه في الاتحاد الأوروبي يتطلحون إلى إيجاد حل الدولتين وإيجاد حل اليازي الأزمة على أساس حل الدولتين وبيقولوا إن في 22% الآخرين دول منحزين انحياز أعمى لإسرائيل ومعها ظالما ومظلوما وما نشغلش نفسنا بهم تعالوا نتكلم على 78% الولايات المتحدة الأمريكية عندها بوع بوع كبير جدا اسمه إيران فانت أقول إن حركة حماس مدعومة من إيران وإن إيران تريد استهدافنا من خلال حركة حماس وقول إن إيران تقوم الآن بإعداد أسلحة نووية لكي تحاربنا بهذه الأسلحة النووية فبالتالي الأربط دايما حركة حماس بإيران حتى تجذب تعاطفا مع إسرائيل وقال إن إحنا عايزين نصور الأمر للرأي العام الأمريكي والأوروبي كأن الأمر يعني مباراة يدخل فيها حركة حماس مدعومة من إيران في مواجهة إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هذا الأمر يؤدي إلى مزيد من الصخط الأمريكي والصخط الغربي تجاه حركة حماس وهذا أيضا أمر موجود في هذه الخطة منذ عام 2008 حتى الآن وما زالوا يسيرون على هذا النهج ولذلك هم قالوا إن فيه دعم كبير جدا تم ولكنهم لم يستطيعوا إثباته على أرض الواقع وصلت لهم أسلحة من إيران وقالوا إحنا عندنا وربع تاني قالوا ما عندناش أي دليل حتى إن وزير الخارجية الأمريكي نفسه بلينكين قال آه هي إيران في الحقيقة بتساعدهم لكن ما عندناش دليل قاطع إن إيران بتساعدهم يعني تراجع في ذات التصريح بعد عدة أيام الفصل من الفصول بيتكلم على إنه عزل حماس المدعومة من إيران باعتبرها دول أو حماس تحديدا عاقبة أمام السلام فعلا بيدعي إن إيران عقبة أمام السلام وبيقول إن تحقيق السلام ينبغي القضاء على الإرهاب كما يدعي إن ينسب لحماس الإرهاب حتى يستطيع أن يقيم السلام السبب وراء ذلك هو أنه لا يريد تحقيق السلام ولا يريد على وجه الدقة بيقولهم إزاي تلعبوا بالألفاظ دولة فلسطينية ولذلك أيله إنت أقول أنا مع السلام ومع حل الدولتين بس يدي الحكتة الوحيدة زي ما قلت لحضرتك إن إيرتنياهو ما قالهاش لكن اللي قبله منذ قبله كانوا بيقولوها الآن أوصل إيرتنياهو مش هيقول كده لأن إيرتنياهو بيمثل قمة اليمين المتطرف ومعه حكومة متطرفة فلكي يرضي جمهور ناقبيه فهو متمسك بهذا الأمر لأن إيرتنياهو أقنع من انتخبوه أنه بوسعه أن يحقق لهم الأمن والاستقرار من خلال قمع الشعب الفلسطيني كله بحجة أنه يواجه إرهاب حماس أو أن حماس إرهابية كما يريد أن يحلو له أن ينسب إليها لكن تبين للرأي العام الإسرائيلي أن نتنياهو لم يستطع أن يحقق الأمن بل ألحق بهم هزيمة المقراء وأن ممارسات القمع التي استخدمها لم تحقق الأمن بل بالعكس حققت حالة من عدم الاستقرار على الإطلاق ودفعت بكثير من الإسرائيليين الآن أنهم يفكرون في الهجرة مرة أخرى ويعودوا إلى البلدان التي جاءوا بها وبالفعل بعد توقف هذه الحرب باشرة ستسقط حكومة نتنياهو ويخرج نتنياهو من المسرح السياسي ما لم يحاكم في ضوء ما ارتكباه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على مرأة ومسمع من العالم أجمع بالمخالفة لأحكام القانون الدولي بالمخالفة لأحكام اتفاقية جينيف الموقعة عام 1949 موقعة لها عديد من الدول ومنها إسرائيل الاتفاقية اللي هي بتعطي للدول تحت نير الاحتلال أن تواجه المحتل بما في ذلك القوة المسلحة بعد استنفازها لكافة الحلول السلمية هذه الاتفاقية بتقول أيضا أن الاعتداء على المدنيين من جانب قوة الاحتلال تصل إلى درجة جرائم حرب تستوجب المحاكمة على أساسها فإذا مسألة الترهيب والتخويف وكل ما تقوم به إسرائيل الآن هي جرائم بالفعل جرائم إبادة جماعية جرائم ضد الإنسانية جرائم ضد الشعب الفلسطيني كل الشعب الفلسطيني وليس صحيحا على الإطلاق أن إسرائيل بتدافع نفسها ده كلام غير صحيح إسرائيل محتلة لكن في الكتاب بالفعل هما قيلين لهم لما تبدأوا بأي قتل المدنيين أو للأطفال قولوا أن احنا بندفع عن نفسنا قول بندفع عن نفسنا نحن زعلانين أن في مدنيين ماتوا لكن احنا كنا في حالة تدفع عن النفس وقدي بقى يعني حزنك على مقتل المدنيين وحمل حماس هذه المسئولية وقول أصلي في الحقيقة إحنا وإحنا دخلين ندافع عن أطفالنا ونساءنا وأطفالنا والدعي كذبا أن هما بيقتروا الأطفال والنساء زي ما حصل بالفعل والدعي أن هناك مزابح للأطفال وحتى أن الذين رددوا هذه المقولة في الولايات المتحدة الأمريكية ومن بينهم بلينكين عاد بلينكين مرة أخرى قال اللي قال لي هذه المعلومة نتنياهو أنا مش متأكد منها لأنها فعلا معلومة كذبة ولما قالوا لهم أنه يعني ارفعوا نبرة التعامل في هذا الملف لما قالوا أنه شفنا رؤوس أطفال طيرة ودول موته أطفال إسرائيليين مكتوب حتى يعني يتهموا فيه أن هم يعني أشاعوا الفزع والرعب حتى في الحفلات الإسرائيلية اللي بيقوم بيها أو بيعملها المجتمع الإسرائيل وفعلا دي من الروايات الأولى اللي تقالت ساعة سبعة في بداية سبعة أكتوبر أنه دخلوا عليهم في حفلة سبت عكس هذه الرواية العالم كله شاهد كم كبير جدا من الأطفال العالم كله شاهد أعدادا كبيرة جدا أظن آلاف الأطفال الذين استشهدوا هؤلاء الأطفال لا ينتمون إلى حماس أو إلى غير حماس هؤلاء أطفال أبنياء العالم كله حزين على أولاء الأطفال النساء المرضى ضرب المستشفيات ضرب المستشفيات أيضا كانت تحت حجة كاذبة وهي أن حركة حماس تقوم بوابع مركز قيادة وأن حركة حماس تقوم بإخفاء الأسرة أو المحتجزين في هذه المستشفيات وثبت أن هذا الكلام كله غير صحيح حتى أن هناك قيادات أمريكية قالت أنني أدعو المرضى للخروج من المستشفيات خفاظا على أرواحهم التي نحافظ عليها وثبت أن كل هذا الكلام غير صحيح وعترف نتنياهو أن ما قاله من أن هناك مركز للقيادة وأن الأسرة موجودين في هذا المكان للمحتجزين كل ده ثبت أنه غير صحيح لفشل نتنياهو فشل حكومة نتنياهو فشل أجهزة مخابرات نتنياهو فشل معلوماته فشل قواته المسلحة فشل كل سياساته التي تبتسم بالغطرصة وبالكذب وبالخداع وللأسف هو مازال متمسك بهذا الكتاب الذي سقطت كل أوراقه وتبين كذبها وعلى فكرة هو شهرة هذا الكتاب كتاب الخديعة الخدع اسمه كتاب الخدع أيضا من المحذرات في هذا الكتاب أي لهم ممنوع تتكلمه في الماضي في الماضي يعني ممنوع تتكلمه في بداية إسرائيل إزاي وبداية أصحاب الأرض الفلسطينيين إزاي وضح فنم حفظة الكتابة فنم أنا أصل هو الحقيقة أستاذن حضرتك نطلع فاصل بعد الفاصل لحذروا عليهم الحديث في الماضي برحب بحضراتكم مجددا وبرحب بضيفي الكاتب الصحفي وإستاذ علي حسن رئيس تحرير وكالد أنباء الشرق الأوسط أهلا بحضراتكم أهلا بحضراتكم أهلا بحضراتكم بلش تتكلمه في الماضي وفكرة حق العودة هو طبعا قال له ده من المحذورات من المحذورات قال له هرب من الكلام وغير الموضوع وكلم في المستقبل اوعى تتكلم في ماضي إسرائيل في فلسطين لكي تقول أن لك حقا في فلسطين لأنه قال له أنت تتحدث إلى شعوب لديها وعي ولديها ثقافة ولديها فكر فلو تحدثت إلى الأمريكان وإلى الأوروبيين بهذه اللغة أن لك حقا أصيلا في فلسطين لو فتشوا في الأوراق أو رجعوا هذا الأمر سيقولون لك أنك محتل ومغتصب للأرض وبالتالي وين دي الأرض الفلسطينية لأن كلها أرض الفلسطينية حتتطر تحكي حكاية الأرض وأصبح الدولة لك من سنة 48 وعد بيلفور معروف للعالم كله من 1917 فإنت لا تتحدث عن لك أي حقية ابعد عن هذا الأمر تماما ولا تسمح بأي مفاوضات بشأن حق العودة للفلسطينيين أو تتكلم في الماضي تحدث عن المستقبل أكثر من الإنسانيات لأنك إذا أردت أن يتعاطف معك العالم فالدعي أنك حريص على أطفال فلسطين وأنك حريص على الاستقرار وأنك حريص على حل الدولتين وأنك حريص على الأمن لكنك تتلقى إرهابا من حماس فأنت تقضي على حماس من أجل تحقيق السلام والاستقرار كل ذات لعب بالألفاظ لكنه في حقيقة الأمر يستهدف الشعب الفلسطيني كل الشعب الفلسطيني نعم تحدث أيضا أنه نصحه إزاي إسرائيل تبرر طلبات مساعدتها العسكرية من الولايات المتحدة ومن دول الغرب قال له يعمل إيه؟ قال له أولا في هذه الدول ليست إرادة منفاردة لرئيس الدولة لرئيس الحكومة أنه وديك مساعدات فلابد أن تخاطب دافعي الضرائب وتقنعهم بوجهة نظرك فقال له تحدث أول إيه؟ عشان يبقى لحتى لا تكون هناك معارضة لأن تحصل على هذا الدعم العسكري الكبير اللي بيتكلف مليارات الدولارات قال له أول أننا مستهدف من إيران وأن حليفة إيران هي حماس وأنهم يعدون لهولوكوسط جديد تجاه إسرائيل وأن دول بيفكرون بهتلر وأن هتلر بس هم عكس هتلر هتلر بدأ بمحاربتنا وبدأ يسعى بعد ذلك للحصول على سلاح كماوي ونووي أما هؤلاء في إيران الآن تعد لسلاحا نوويا لضربنا به والاعتداء علينا باستخدام حركة حماس لو سمحتوا ساعدونا فعندئذ في ضوء حالة القراهية الحادة داخل الرأي العام الأمريكي ويتبعه الغرب في هذا الأمر حيال إيران ستتعاطف معك أمريكا ومراك الصناعة القرار في أمريكا وبالتالي سيتم حصولك على هذه الأسلحة بهدف الدفاع عن نفسك كما تدعي وأيضا حينما ترتدي سوب أنك ضحية وأنك تواجه الإرهاب دائما زكر وأنت تطلب إلى الولايات المتحدة وإلى الغرب قل لهم أنني أتعرض لما يشبه 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية مثلما أنتم توجهون وجهتم 11 سبتمبر نحن ننتظر أن نتعرض ل11 سبتمبر أخرى لو سمحتوا أدونا أسلحة يكون هذا هو خطابك الذي تتحدث به إلى الرأي العام الأمريكي والرأي العام الغربي وانقلب السحر على الساحر زي ما بنقول وانا الكتاب ده لما تعمل كانش متخيل أنه المظاهرات هتطلع في الشارع على مستوى العالم ضد نيتنياهو وحكومته الإرهابية والغضب اللي في الشارع بمختلف أنواعه كلام شرع العربي شرع الغربي شرع الأمريكي الداخل الإسرائيلي جوه صحيح انقلب على نيتنياهو صح حدثك قلت كلام فعلا دقيق ومظبوط انقلب السحر على الساحر لأن إسرائيل قامت لأنها حكومة متطرفة تطرفا شديدا وقامت بأعمال عدائية شديدة والأسف الشديد مدعومة من أمريكا ودول الغرب الذين تشدقون بحقوق الإنسان سقطوا جميعا في هذه المعرقة الذين تحدثون عفوا عن حقوق الحيوان الذين ينشرون في صفحاتهم صورة لمواطن مصري ارتكب جريمة جنائية ويطالبون ببراءته وحريته أين هؤلاء من 12 ألف شهيد فلسطيني الآن التظاهرات تلاحق تهتف ضد نتنياهو وضد إسرائيل وضد جرم إسرائيل بل وتهتف في كل دولة من الدول التي تساند إسرائيل أو التي تبرر جرائمها ورأينا انخفاضا حادا في شعبية نتنياهو لأن الشعب الإسرائيلي تبانى له أن ما يقوم به هو إعمال إجرامية تفوق ما كان يتخيله وأنها لن تأتي له بالسلام لأن ما فعله نتنياهو سيؤدي إلى صناعة جيل جديد أكثر شراهصة في مواجهة ما كانت تقوم به حماس دفاعا عن أرضها وعن عرضها وعما تتعرض له ويتعرض له الشعب الفلسطيني وده خطر على الشعب الإسرائيل ده خطر على الشعب الإسرائيلي في المقام الأول لا وليس في الداخل الإسرائيلي فقط طبعا لا بقى خطر على الشعب الإسرائيلي في أي دولة بالزبط يبقى إذا انت النهاردة هذه الممارسات أدت لأن هناك تعاطفا كبيرا وصخطا وغضبا وشفنا التظاهرات داخل الولايات المتحدة الأمريكية شفنا التظاهرات في بريطانيا شفنا التظاهرات في فرنسا في ألمانيا في العالم كله وحالة صختي كبيرة جدا في العالم العربي والإسلامي كان لي الشرف أن حضرت القمة العربية الإسلامية في الرياض وشفت في الحقيقة موقف قوي جدا بل وصل إلى جانب الإدانة والإستنكار والمساهمة والمساعدة وتوصيل المساعدات وكل هذا المتكلمة الرئيس كانت طبعا كانت خارطة الطريق الحقيقة كانت خارطة الطريق بالفعل ويكف أقول لحضرتك تناقلتها جميع الصحف ووسائل الإعلام العالمية حتى أنني قمت في وكالة أنباء الشكل أوسط بجمع ما تم نشر حول العالم ووجدته زخما كبيرا جدا لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا إضافة إلى أن هناك متابعة يومية من سائر الصحف العالم كما تعلمين حضرتك وأيضا من سائر وسائل الإعلام وليس الصحف فقط من يريد عمل قصة يومية عن مجريات الأحداث فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة يضمن هذه الرواية الجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ما يصدر عنه من تصريحات يتطلع الجميع إلى الرؤية المصرية الساقبة على الرغم من كل الخلافات الموجودة عالميا التي ظهرت بشأن التعامل مع هذا الملف لكن كان هناك إجماعا وشهادة من الجميع للإشادة بالدور المصري الذي يهدف إلى تحقيق السلام وإلى تحقيق الاستقرار وإلى وقف هذا العدوان الدور المصري فيما يتعلق بتوصيل المساعدات هو أمر ملموس لكن أعظم ما أريد أن أقوله لك نعم أن التاريخ سوف يكتب بأحرف من نور أكرر التاريخ سوف يكتب بأحرف من نور ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل قوة وشجاعة وبسالة من إجهاد مخطط إسرائيلي قديم جددوه نعم اعتبارا من يوم 7 أكتوبر وكانوا قد خططوا لذلك في موضوع التهجير الذي أعلنوا عنه في اليوم الأول وهو تهجير 2.5 مليون فلسطيني يقيمون في غزة خارج وطنهم تهجيرا قصريا ورئيس عبد الفتاح السيسي قال أن هذا الأمر مرفوض شكلا وموضوعا وأنه يعني تصفية للقضية الفلسطينية وأن مصر لم ولن تسمح بهذا الأمر ماذا حدث بعد ذلك ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا اليوم من يريد أن يراجع لا توجد وسيلة إعلامية في العالم إلا ونشرت هذا التصريح القول لرئيس عبد الفتاح السيسي وكيف كانت ردود أفعاله الذي حدث بعد ذلك وكلنا نتابع الاتصالات اليومية للرئيس عبد الفتاح السيسي استقبالاته لرؤساء الدول زياراته الخارجية بدأ رؤساء الدول جميعا ومن بينهم أيضا وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم وكل الدول الأوروبية ومختلف الدول في الولايات المتحدة الأمريكية تقول لن نسمح بتهجير الفلسطينيين بإذن تم الإصغاء والاقتناع بالرؤية المصرية الساقبة بهذا الشأن وبالفعل موقف سابت هذا المشروع ليس جديدا ويمكن فيه تأرير على البي بي سي بيقول إن هذه الفكرة من سنة 71 وبالبعض أرجعها إلى ما قبل ذلك الرئيس عبد الناصر رفضها الرئيس شهيد مصر العظيم الرئيس الراحل محمد أنور السلاة رفض هذا الأمر الشكل الموضوع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رفض هذا عليه رحمة الله رفض لأنه كان رجل وطني كل رؤساء مصر فندم المتعاقبين على قدر كبير من الوطنية وعشق وتراب هذا الوطن فالخائن الوحيد الذي سولت له نفسه أن يتنازل عن جزء من أرض سيناء كان هو محمد مرسي العياط وأعتقد أن هذا الأمر كان طبعا فيه أسباب كثيرة جدا لأننا قمنا بتلاتين يونيو عشان نزيحه عن سلة الحكم ونخلص من حكم الجماعة الإرهابية لكن سعيه للتفريد في سيناء كان أحد أسباب سقوط حكم الإخوان الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما عرض عليه هذا الأمر أيضا رفضه شكلا وموضوعا حينما جدادوا هذا الأمر لا كشف هذه المؤامرة وخطوراتها على الملأ ورفضها رفضا كاملا الكل يعلم من هي مصر مصر فيها قائد عظيم مصر فيها جيش عظيم أفندم ترتيبه التاسع على مستوى العالم قوة جيشنا العظيم بيمثل ردع إيجابي في مواجهة كل من تسوي الله ونفسه أن يقترب إحنا تربين على الغنية جميلة من الصغر بتقول الجنة هي بلدنا وجهنم هي حدودنا مصر فيها جيش عظيم التاسع على العالم زي ما قلنا لكنه الأول على العالم من حيث المقاتل المصري الجندي المصري الضابط المصري القائد المصري على قدر كبير هؤلاء جميعا من الكفاءة القتالية ناس على استعداد يقدموا روحهم في داءة لهذا الوطن حتى نحيا جميعا في سلامه وإمان وبالفعل أقدموا مجموعة من الشهداء من خيرة أبنائهم وهم في حدقات أعيننا أنا آسف نطولت لا خالص شرفت بيك العفو يا فندي بشرف لي شوف حضراتكو بكر على خير مع تحية يا عزيزي وإلى اللقاء